يقول هل يجوز دخول الأطفال المسجد أقل من سبع سنوات؟ وهناك دليل لعلى منعهم في هذا السن أما عن دخولهم فجائز دخولهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه وكذلك فإن عمر بن سلم كان أمه أهله أو أهل حيه وعمره من ست سنوات إلى ثمان سنين هذا أما إذا كان الطفل من عادته العبث والجري والتشويش على المصلين فهذا يذهب الخشوع والله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فإذا كان يذهب الخشوع يمنع منعا للفوضى في الصلاة والله أعلم اشتركوا في القناة